وإحنا بنتكلم برضو دلوقتي أنباء عن وصول أو دي مش أنباء دي وصول رئيس الاتحاد الأفريقي متسابي باتلس متسابي إلى المغرب وإنفنتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي وجومن باريس طبعا مبارح على كازابلانكا وكان في استقبالهم طبعا فوزي الأستاذ فوزي لقجع عضو مكتب التنفيذي وأيضا معاهم فيرون السكرتير العام للاتحاد الأفريقي يعني المفروض أن الدنيا كلها متواجدة وزي ما حضراتكم شايفين يعني الناس بيتحك متسابي بيتحك وإنفنتينو بيتحك الأستاذ فوزي بيتحك والأستاذ فيرون بيتحك كل الناس بتتحك ومبسوطة أبو حميد أفريقيا أصبحت تدار خارج الملعب للأمانة اللي احنا بنشوفه ده الكرة الأفريقية دلوقتي في حاجات بتتعامل برا الملعب هي بتدار بس أنا بس عايز أطمن الجماهير الأهلوية أن بصراحة أولا دور مجلس الإدارة هايل في الفترة دي على الكمل الاجتماعات وكمل الشغل المبزول في الفترة دي مجهود محترم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي عايز أطمن الجماهير بخصوص الفرقة الفرقة اللعيبة على الواطس بقالهم ثلاث تيان قفلين الواطس تماما قفلين الحسابات تماما تركيز تام بالمباراة فصلين تماما الفرقة حدش بيرد مفيش أي حتى الجهاز الفني حتى الجهاز الإداري كله قافل تليفوناته مركز في المباراة بس من باب التفاؤل خمسين في المية من بطلات النادي الأهلي خمسة من عشر بطلات احنا حققناهم أو رفعنا الكاس خارج القاهرة 82 من أشانتي كتوكو بكماسي 2006 من الصفاكسي برادس 2008 من القطن بجروة 2012 من الترجي برادس 2021 من كايزر تشيفز بمحمد الخامس صحيح فيه حاجات بتحصل غير طبيعية بس إن شاء الله تفقله بالخير تجدوه ممكن كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي تكون حافز للعيبة وحافز للجهاز الفني وحافز لكل الموجودين في النادي الأهلي إن شاء الله إن احنا بإذن الله بإذن الله زي ما حداك قلت النهايات ديت بتكسب ولا تلعب يعني أنا وجهة نظري إن مش شرط إن انت تلعب زي ما ليفربول ليفربول نزل استحواز ونزل ضغط عالي ونزل كرة النهايات دي مش هتفتكر الاستحواز ولا الضغط ولا انت روحت 24 محاولة ولا انت استحوزت 70% الكرة هتفتكر الاهداف عشان كما من وجهة نظري إن لازم يكون البيتسو موسيماني طبعا أهم حاجة الفصل اللي حصل ده وده دور محترم جدا من الجهاز الإداري ومن مجلس الإدارة الفصل اللي حصل ده عن المشاكل دي كلها الحاجة التانية بالنسبة لبيتسو موسيماني أنا وجهة نظري إن المباراة مطلوبة منه جدا البداية البداية هتفرق أول عشر دقايق مع الأجواء اللي بتحصل دي لو انت مستحوز أنا متوقع بكرا أنه هيبقى فيه حوالي 60 ألف من جمهور المغرب في الملعب أكيد هيملوا الملعب حوالي 60 أو ممكن يعدي كمان 60 ألف وده دي فلازم إن انت تمتص الحماس الموجود ده من خلال أول عشر ده إن انت تستحوز على الكورة أكبر قدر من الإمكان إن انت بتعمل عدد من التمريرات ممكن الإسلوبي بقى دفاعي بتاع بيتسو موسيماني بكرا ممكن ان انت تفكر في تاكتك دفاعي وده اللي أنا شايفه إن انت لازم تلعب بخطوط متقربة نفس تاكتك ريال مدريد أنا ميال التاكتك ده بس مطلوب أول ربع ساعة لاستحواز لامتصاص الحماس الجماهيري خاصة إنه نشايفين كلنا إن اللي بيحصل ده كله خوف من النادي الأهلي هم مش لقين أي حاجة يعرقلوا بيها مسيرة النادي الأهلي غير بالحاجات اللي بتحصل قدامنا دي بعشرين ألف جمهور عام وعشر تلاف وداد وبعدين يسلمك ألفين وخمسمائة تسكرة والحاجات اللي بتاحه وبعدين يعني نتمنى إنه هم يكتفوا نتمنى إنه إحنا بكرة ما نشوفش فارب يتعطل ما نشوفش حكم فارب مش شايف لعبة ما نشوفش ضربات جزاء ما نشوفش حاجات غريبة بكرة بتحصل يعني نتمنى يعني إنه ما يحصلش زيادة عن كده كفاية بقى كفاية يعني رحة الفساد بصراحة بقت بينة للناس كلها للأمانة يعني فنتمنى إنه ما يحصلش زيادة عن كده